من خلال فقرتنا اللي جاية مع ضفنا اللي مشرفنا الدكتور صلاح صاب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية أهلا بيك يا دكتور صلاح ومنورنا ومشرفنا أهلا بيك يا سيد الشام صباح الخير عليك وعلى كل مصريين يا رب أهلا بيك يا فندم طبعا الحديث عن الانتخابات وفيه تفاصيل كتير الحقيقة فما بدأين كده إزاي حضرتك بتشوف المؤتمر اللي هيعقد اليوم بشأن انتخابات مجلس الشيوخ إزاي تصورك لهذا المؤتمر الصحفي وأبرز الأمور اللي ممكن تيجي من خلاله إزاي ممكن حتى الناس تستعد لهذه الانتخابات سواء كان ناخبين أو مرشحين طيب وخلينا أقولك أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الهيئة المختصة بالدعوة الناخبين لانتخاب المشاركة في أي انتخابات أو استخداءات والنهاردة الهيئة تعقد مؤتمر الصحفي في تمام الثالثة عصرا وهتعلم فيه نوع حاجتين مواعيد إجراء الانتخابات وطريقة إجراء الانتخابات ومتوقع طبعا هيئة تعلن فاتح باب الترشح في بداية الأسبوع القادم والإجراء الانتخابات ربما يكون في الأيام الأولى من شهر سبتمبر يعني بعد شهرين من دلوقتي والإجراءات الاحترازية أو الإجراءات الانتخابية اللي هتراعي كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الناخبين أو مشاركين في عملية الانتخاب ده كله الهيئة تعلنه النهاردة ويتعلم طبعا الإجراءات بقى بتعفات حباب الترشح وتركي طلبات الترشح وفحصها وإعلان كشف مبدئي والأوراق مطلوبة للترشح والشروط اللي هي الواجبة الواجبة انتباقة على أي من يتقدم للترشح وطريقة الانتخابات اللي هتنقسم إلى جزئين 100 بنظام القائمة من خلال أربع قوائم و100 بنظام الفردي مخصص لكل محافظة عدد معين وفقا لكسافتها الانتخابية والسكانية وبالتالي دائرة الفردي حتى تبقى دائرة متسعة شوية على مستوى المحافظة وده يعني ببساطة كده يعني إذا خصص مثلا لمحافظة زي الأليوبية ست مقاعد فبيترشح من يريد أن يترشح ولكن دائرة انتخابه بتبقى على مستوى المحافظة ككل بكل مراكزة ومدنها دي كانت بتصعب الأمور شوية لأن احنا يعني مرنا بمثل هذه الإجراءات فيما سبق دكتور صلاح فلو مثلا حد من مدينة والدائرة بتاعته أوسع من كده ما بيكونش الحقيقة معروف في المدن الأخرى اللي هي طبعا بتضم دائرته فإزاي ممكن يكون فيه سهولة ويسر بالنسبة للناخب اللي هو بيحاول يختار أفضل نائب يموثله لأن دي احنا مرنا بها وكان فيها صعوبة بصراحة هي طبعا بتبقى صعبة شوية على الناخب إنما بتبقى محتاجة جهد جهده مضاعف من المرشح إنه يحاول يعرف نفسه يحاول يقدم نفسه لكل المراكز والمدن الموجودة في المحافظة وأعيز أقولك إن دي تبقى فيها نوع من أنواع بقى التحالف ما بين مرشح وآخر يعني يعني من الممكن مثلا مرشح في مدينة يتحالف معه مرشح في مدينة أخرى فيبقى فيه نوع من أنواع العمل المشترك ما بينهم اللي بيخلي يبقى فيه حجد مشترك ده بيحشد أصواته المتحالف معه من ناحية الأخرى وهكذا برضو العكس بالنسبة للمرشح الأخر يعني دي ممكن بتستدعي يعني طبيعة انتخابات المجل الشيوخ بتستدعي حتى بعيدة عن القائمة في انتخابات الفرد يبقى فيه تحالف ما بين أكثر من مرشح على مستوى دائرة المحافظة طب هنا يا دكتور صلاح إيه الحكمة من إجراء هذه الانتخابات وفقا لهذه الألية يعني إيه وجهة نظر الدولة إن هي تطرح الانتخابات بهذا الشكل والله خلينا أقول لك هو كالنوع من نوع التوازن ما بين نظام القائمة ونظام الفردي وكلت عدد مجلس الشيوخ بشكل عام هو اللي خلى العدد المخصص للدوائر على مستوى المحافظات عدد قليل جدا يعني حيرب نتكلم في إجمال عدد مجلس الشيوخ 300 والدستور بي نص على أن يقوم رئيس الجمهورية بتاعين تلتا عضاء المجلس اللي هم 100 فهنبقى أمام 200 عضو منتخب 100 بنظام القائمة أو 100 بنظام الفردي لما تيجي توزع الميل بنظام الفردي على مستوى المحافظات هتلاقي مثلا بعض المحافظات اللي هي قليلة الكسافة الانتخابية والسكنية هتلاقي حصتها في أو نصبها في المقاعد الفردي مقاعد واحد على مستوى المحافظة ككل فإن اللي تعدد المقاعد هو اللي خلى نبقى أمام يعني